مرحبا بكم أيها الرائعون في قناة læسونس شير للتعليمية تاريخ العملة الإلكترونية العملة الإلكترونية هل سمعت من قبل على العملة الإلكترونية؟ والفرق بينها وبين باقي العملات؟ ومن مخترعها؟ والمراحل التي مرت بها هذه العملة؟ فإن الموضوع شيق للغاية هيا بنا نتعرف معا على البيتكوين أو العملة الإلكترونية ما هي العملة الإلكترونية؟ هي عملة يمكن مقارنتها بباقي العملة الأخرى مثل اليورو والدولار وغيرها ويمكن استخدامها للشراء عبر الإنترنت أو في متاجر تدعم الدفع باستخدام بطاقة بيتكوين أو حتى تحويلها إلى العملات التقليدية تعتمد بشكل أساسي على مبادئ التشفير في جميع جوانبها كما أنها تعتبر أيضا العملة الأولى من نوعها والأكثر شهرة وانتشارا لكن رغم ذلك فهي ليست العملة التشفيرية الوحيدة الموجودة على شبكة الإنترنت حاليا ما الفرق بين عملة بيتكوين وباقي العملات الأخرى؟ تختلف عن باقي العملات فهي عملة إلكترونية تتداول عبر الإنترنت بشكل كامل وليس لها وجود فيزيائي مثل باقي العملات ليس لها هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها من هو مخترع البيتكوين؟ 2008 شخص مجهول أطلق على نفسه ساتوشي ناكاموت هو مخترع فكرة البيتكوين ووصفوها بأنها النظام النقدي إلكتروني يعتمد في التعاملات المالية على مبدأ بير تو بير وهو مصطلح تقني يعني التعامل المباشر بين مستخدم وآخر دون وجود مصيط في العام 2016 أعلن رجل الأعمال الإسترالي كريغ ستيفن أنه هو ساتوشي ناكاموت مقدما دليلا تقنيا على ذلك ولكن تم كشف زيف أدلته بسهولة كيفية الحصول على عملة البيتكوين عبر الإنترنت موقع الكاباتشا والفوسات تعد مواقع الكاباتشا والفوسات من أسنل المواقع التي تتيح لك فرصة كسب البيتكوين بدون أي استثمار وتختلف هذه المواقع من حيث مدة الانتظار وصرعة الدفع والحد الأدنى له سعر البيتكوين تمتلك بيتكوين سعر صرف خاص بها ويتجه هذا السعر إلى تصاعد إذ يصل اليوم إلى 2400 دولار بعد أن كانت تعد البضعة الدولارات فقط منذ سنوات أول صرف آلي في عام 2013 مقهى إسبرسو في مدينة فانكفور بإقليم بريتش كولومبيا الكندي امتلك أول جهاز صرف آلي ATM في العالم لعملة بيتكوين كيفية الدفع الدفع بواسطة بيتكوين أسهل من الشراء بواسطة بطاقات الاعتمان أو المدينة ويمكن قبوله دون الحاجة لوجود حساب بنكي للتاجر مدفوعة بيتكوين تتم من خلال برنامج لمحفظة بيتكوين أما من خلال الحاسوب الشخصي أو الهاتف الذكي أو عن طريق إدخال عنوان المستلم والمبلغ المدفوع وإرساله توسع البيتكوين عام 2011 بدأت منظمات أخرى لقبول بيتكوين كتبرعات في عام 2012 ظهرت بيتكوين كموضوع رئيسي في محاكمة خيالية على الدرامة القانونية The Good Wife في حلقة الموسم الثالث Bitcoin for Doubles في أكتوبر 2012 ذكرت بيت باي وجود أكثر من ألف تاجر قبل بيتكوين تحت خدمة معالجة الدفع WordPress بدأت قبول بيتكوينز في 2013 أعلنت جامعة نيقوسيا أنها ستقبل بيتكوين كدفعة مقابل الرسوم الدراسية مع أن المدير المالي للجامعة يطلق عليه Gold of Tomorrow في عام 2014 بدأت مايكروسوفت لقبول بيتكوين لشراء ألعاب Xbox وتطبيقات Windows في عام 2015 قدم اكتراح إلى يونيكوت كونسورشيوم لإضافة كود بوينت الرمز بيتكوين في عام 2016 تضعف عدد أجهزة الصراف الآلي بيتكوين على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية ووصل إلى 771 جهاز صراف آلي في جميع أنحاء العالم في الخامس من أغسطس في عام 2017 كان سعر واحد بيتكوين 3000 دولار أمريكي للمرة أولى في الثاني عشر من أغسطس في نفس العام كان سعر واحد بيتكوين 4000 دولار أمريكي للمرة الأولى إذا أعجبك هذا الفيديو اضغط لايك ونسبسكرايب ليصلك كل ما هو جديد كما يسعدنا مشاركتكم بالتعليقات